بسم الله الرحمن الرحيم بالحالات الأساسية اللي أحتاجها عند رسم أي دالة ورح أشرح لكم المثال الأول والمثال الثاني وعلى أساسه إن شاء الله رح تفتهمون الموضوع كرسم دوال كثيرات حدود وبالجلسة الثالثة إن شاء الله رح نتعلم شلونا نرسم الدوال النسبية إذن الجلسة الأولى والجلسة الثانية رح تكون مخصصة إلى كثيرات الحدود والجلسة الثالثة راح تكون مخصصة إلى الدوال النسبية لو أجي أباوع أول سؤال عندي في كثيرات الحدود الأسئلة اللي أخذناها الدرس الماضي بأن كان السؤال الأول هو F of X تساوي X أوس خمسة غالي نروح إلى السؤال الأول إذن F of X تساوي X أوس خمسة هنا راح أجي أكتب اسم الدالة F of X تساوي X أوس خمسة حتى أرسم أي دالة أحتاج أمرين مستحبين جدول يمثل النقاط التي حصلت عليها اللي هي نقاط التقاطع ونقاط الحرجة ونقاط الانقلاب ورسم خط الأعداد الأول أبو المشتقى الأولى ورسم خط الأعداد الثاني أبو المشتقى الثانية يعني راح أسوي له كوبي بيست ورح أجري عليه فد إجراءه معين هذا الجدول مستحب وهذه الخطين المستحبة والدرجتين المخصصة للرسم كلها يطينيها على الرسم فيما إذا كان صح أو خطأ الجدول بعض الطلاب يقولون ما ريد أسوي جدول الآن النقاط موجودة قدامي وده أشوفها ماكو مشكلة يعني الجدول مو كلش ضروري ولكن اليوم كل الأسئلة اللي راح نتحدث عنها راح تعتمد على الجدول على موت كل شي قدامي الأكسوس خمسة لو أجي أبو على الأكسوس خمسة راح ألقى التقاطع هو صفر صفر والحرجة هي صفر صفر والانقلاب صفر صفر يعني عندي نقطة مشتركة في كل الأحوال هذه النقطة هي صفر صفر إذن هذه هي تقاطع وهذه تمثل حرجة وتمثل انقلاب راح أجي أثبت النقطة صفر صفر على المستوي الديكارتي الصفر صفر إذن هذه هي النقطة صفر صفر اسلوب الرسم أكو طريق تيان أكو طريقة الكتاب اللي يقول لي اختر نقاط إضافية يعني مثلا أعوض مكان الأكس واحد أعوض الواي واحد تطلع هنا أعوض مكان الأكس اثنين تطلع الواي اثنين وثلاثين تطلع فدي هنا أعوض الأكس سالب واحد تطلع سالب واحد الأكس سالب اثنين وثلاثين وبعدين أجي أوصل بياناتهم هذه طريقة الكتاب لكن أعتبر طريقة الكتاب ربما تكون معقدة في كثير من الأحيان لأن الاثنين وثلاثين وين تثبتوها وإذا ردت تعوضون مكان الأكس ثلاثة رح يصير الواي مئتين وثلاثة واربعين شلون تثبت العملية معقدة خصوصا بأن إحنا مدى نستخدم ورقة بيانية نستخدم ورقة عادية سابقا كان كل دفتة الرياضيات فيه ورقة بيانية ولكن بالوقت الحاضر اختفت الأوراق البيانية وبقت الأوراق العادية فقط لذلك اسلوب النقاط الإضافية أعتبره في حسب رأيي أعتبره اسلوب مو كلش دقيق علميا ورح نتعلم شلون استخدم الطريق العلمي اليوم في الرسم زيان شلون أعيد رسم خط الأعداد الأول وخط الأعداد الثاني وده أشوف الخطين موجود بيهم الصفر إذن هنا خط الأعداد الأول يحتوي على الصفر وخط الأعداد الثاني أيضا يحتوي على الصفر وخط الأعداد الأول الكل موجب وخط الأعداد الثاني اليمنى موجب واليسر سالب إذن هنا من أجل أثبت الإشارات هذا رح يكون كل موجب سواء كان يمين أو يسار وخط الأعداد الثاني اليمنى موجب واليسر سالب إذن سويت هنا خطي الأعداد الأول والثاني سويت لها كوبي بيست ولكن بدون أسهم وبدون تحدب وتقعر نقلت الخط مع الإشارة نقلت الخط مع الإشارة زين هسه رح أجي أسوي عمود يقطع الخطين من النقاط اللي حصلتها هانش عندي عندي صفر فوقه صفر جوه رح أسوي عمود يقطع الخطين هذا العمود بمجرد أن أسوي اتقسمت الخطين إلى قسميا هسه رح أجي أقرأ التزايد والتناقص الخط الأول كلها متزايدة والخط الثاني هذا يمثل تحدب وهذا يمثل تقعر زين شلون رح أجي أرسم العمود أنا عليه من صنعته العمود صنعته على الصفر والنقطة صفر النقطة الأكس ما لتها صفر وين هي هذه النقطة الزرق اللي هي صفر صفر زين ش تقول لي الطريقة اللي رح نتعلمها اليوم تقول لي أروح أبحث عن النقطة الأكس ما لتها صفر لقيتها هذه هي النقطة أتحرك في مسافة قليلة باتجاه اليسار وأختار نقطتين وهمية وحدة فوقها وحدة جوها أروح للنقطة الأكس ما لتها صفر أتحرك مسافة قليلة باتجاه اليسار وأختار نقطتين وهمية وحدة فوقها وحدة جواها إذا بديت من الأعلى يعني رح أنزل للنقطة وإذا بديت من الأسفل يعني رح أصعد للنقطة زين واحد من ذول الإختيارات هو صحيح يعني أما نزول أو صعود من هو الصحيح هذا السهم الأول هو رح يحكم بالأمر هذا السهم الأول ما طول صعود إذا معناها النقطة الوهمية رح تكون هنا رح تكون أسفل شوفوا سويتوا هنا تحركت باتجاه اليسار والنقطتين الوهمية قلنا أما أعلى أو أسفل استأكدت بأن النقطة الوهمية هي أسفل هذه نقطة الشروع بالرسم الآن يفترض شنوه يفترض أتحرك لهذه النقطة لكن التحرك هل هو مستقيم هل هو محدد هل هو مقعر إذا منه رح يجاوبني يجاوبني تكملة الخط يعني هنا إش داي يقول للمؤشر يقول لي أريد منك تصعد وصعودك محدد إذن هنا أجي عليك يا فيه رح يكون صعود محدد وصلت إلى الصفر ورما عبرت الصفر إش داي يقول للمؤشر يقول لي أريدك تستمر بالصعود ولكن تحول الحركة ما تتكسويها مقعر إذن هنا أريد صعود ومقعر إذن أستمر بالصعود رح يتحول إلى مقعر إذن معناه هذا رسم الدالة الأولى حس رح أجي أرسم الدالة الثانية ومن خلال السؤال الأول والسؤال الثاني الفكرة رح تتعزز عدكم أكثر السؤال الثاني الدالة هي أكس تكعيب ناقص ثلاثة أكستر بيع زائد أربعة هذا المثال الثاني من أجي أروح لهذا المنحني اللي ناقشنا درس الماضي هذا المنحني اتفقنا بأن نقطة التقاطع مع محور الصادات عرفت أحسبها لكن نقطة التقاطع مع محور السينات معرفة أحسبها واتفقنا بأن هذا الحجي كله مسحنا وهذه النقطين مسحناها يعني إش بقى عندي هسة بقى عندي فقط الصفر أربعة إذن راح أجي أأشر نقاط التقاطع أقول اللي عرفت أحسبه هو صفر أربعة زي أكون نقطة معرفة أحسبها اللي هي ثنين صفر وسالب واحد صفر ما لازم من أروح للنقاط الحرجة راح ألقي النقاط الحرجة عندي هي الصفر أربعة مكررة اللي هي نفسة تقاطع واثنين صفر إذن راح أجي أثبت النقاط الحرجة راح أقول صفر أربعة هي تكررت وبعد من هو واثنين صفر صفر أربعة واثنين صفر من أروح للانقلاب إيش عندي نقطة انقلاب نقطة الانقلاب المرشحة اللي بعدين عرفتها انقلاب هي واحد اثنين إذن معناها راح أقول نقطة الانقلاب هي واحد اثنين شو راح أسوي هسا أعيد رسم خط الأعداد الأول وخط الأعداد الثاني ده أشوف خط الأعداد الأول هذا كله رح أعيد رسمه لكن بدون أسهم السهم مع الأعداد مع الإشارات ولكن بدون أسهم إذن رح أجي أثبت هنا عندي اثنين وإهنا عندي صفر وإش داي يقول لي السه داي يقول لي موجب سالب موجب إذن رح أجي أأشرها إذن هذا هو موجب وهذا هو سالب وهذا هو موجب خط الأعداد الثاني يحتوي على الواحد وعلي منه موجب وعلي سرى سالب إذن خط الأعداد الثاني رح أجي أثبت الواحد ولكن شوفوا الواحد لازم أراعي الأعداد الفوق لازم يكون موقعا قبل الثنين وبعد الصفر يعني لو كان خط الأعداد الثاني بثنين كان الثنين وين اكتبتها كان اكتبتها جوها جوه الثنين مباشرة لو كان ثلاثة أثبتها على يمين الثنين جيد هس الإشارات شنو الإشارات يمنى موجب هذه كلها موجب ويسرى رح تكون سالب وهذا قلنا سويت لكوبي بيست واجبت من الحلماتي هسه كم عمود رح أسوي الملاحظة تقول رح أقيم أعمدة بقدر قيم X سواء كانت بخط الأعداد الأول أو خط الأعداد الثاني يعني بالثنين أسوي عمود يقطع الخطين بالواحد أسوي عمود يقطع الخطين بالصفر أسوي عمود يقطع الخطين هسه رح أجي أثبت الأسهم تزايد تناقص تناقص تزايد هسه باعشنو تحدب تحدب تقعر تقعر من أروح أرسم أريد أثبت النقاط كل النقاط اللي حصلت عليها سواء كانت تقاطع أو حرج أو انقلاب رح أجي أثبتها على المستوى الديكارتي ولكن كلش مهم بهذا الموضوع أن أستخدم المصطرة السادة شوفون هذه المصطرة رح أجي أخليه هنا على نقطة الأصل حافة مالتها يعني اللي يمثل الصفر ورح أختار مقياس رسم شنو مقياس رسم رح أجي مثلا أختار أربعة سنتيمتر في كل الاتجاهات رح أختار أربعة سنتيمتر في كل الاتجاهات باليمن اختاريت أربعة سنتيمتر باليسر اختاريت أربعة سنتيمتر عفوا فوق باليسر أربعة سنتيمتر وليجو اختاريت أربعة سنتيمتر هذا في كل الاتجاهات زين شنو فايته هذا إذا كانت أكبر عدد عندي بهذه المجموعة مثلا أربعة أكبر عدد عندي أربعة فعندي هذه أربعة هذه أربعة هذه أربعة يعني إذا جتني ثلاثة لثلاثة رح تكون قبلها إذا جتني ثنين رح تكون قبل الثلاثة إذا جتني واحد رح تكون قبل الثنين إذا كان أكبر عدد بهذه المجموعة هو عشرة أكبر عدد بهذه المجموعة عشرة ره أعتبر هذا هو العشرة يعني إذا جتني وياها أربع الأربع رح يصير هنا إذا عندي أكبر عدد بالمجموعة هو الواحد ره أعتبر هذا هو الواحد يعني إذا جتني نصف رح أثبتها هنا وإذا جدني ربع راح أثبتها هنا يعني هنا من أقولكم أربعة سنتيمتر مو معناها النقطة إذا صارت صفر عشر يلازم أسوي عشر سنتيمتر أنا حسب الشاشة اللي موجودة قدامي فاختاريت هنا أربعة سنتيمتر يجوز أنتم على الورقة مالتكم إذا كانت الورقة أصغر من الشاشة يعني هنا راح تأخذون مثلاً ثلاثة سنتيمتر إذا كانت الورقة أكبر من الشاشة أو الرسم مالتكم أكبر من الرسم اللي موجود على الشاشة يمكن راح تأخذون مقياس رسم أنتو خمسة سنتيمتر إذن هذا مقياس الرسم اللي اختاريته هذا مو بالضرورة يمثل أربعة هذا يمثل قيمة أكبر عدد موجود بالنقاط سواء كان سيني أو صدي هسه راح أجي أثبت كل النقاط اللي حصلتها صفر أربعة هذه صفر أربعة وأكتب فوقها أبصفها صفر أربعة اثنين صفر إذا كانت المسافة منا لهنا أربعة يعني الاثنين صفر راح تكون بالوسط إذن راح أجي هذه أرسمها وهذه راح أقول عليها اثنين صفر بعد إذا هذه انتهينا منها هذه انتهينا منها مكررة هذه انتهينا منها ما بقى عندي بقى عندي الواحد اثنين إذا كان هنا اثنين فالواحد راح يصير هنا والثنين راح تكون هنا إذن الواحد اثنين وين راح يكون مكان الواحد اثنين راح يكون في الصورة هذه إذن راح أجي أثبت هذا شرح أقول علي هذا راح يصير واحد اثنين الآن ثبتت كل النقاط اللي حصلت عليها والنقاط قلنا شنو هي التقاطع والحرجة والانقلاب شيردوا للملاحظة على طريقة الرسم تقول أنا عندي أربع ثلاث أعمدة الثنيا والواحد والصفر أجي أباوع على قيمة X أبحث عن النقطة اللي إحداثيها السيني هو العمود اللي أقصى اليسار من هو أقصى اليسار هذا أقصى اليسار هو هذا زين شنو قيمة X قيمة X صفر رح أجي نصيح بالسماعة يا نقطة من عدكم X مالتها صفر الصفر أربعة يقول آني يعني من أقول صفر مو بالضرورة صفر صفر بدل السؤال القبل يا نقطة X مالتها صفر الصفر أربعة قال آني زين أقول له يا صفر هذا النقطة صفر أربعة شنو اللي يعجبك نصعد لك لو ننزلك هل رح يكون صعود للصفر أربعة لو نزول إلى الصفر أربعة يقول أنتو شنو بالبداية يقول تحركوا باتجاه اليسار فد مسافة صغيرة واختاروا نقطتين وهمية وحدة فوق وحدة جوة الجوة تختاروها عادة جوة المحور زين إذا اختاريت الأعلى يعني لازم أنزل للنقطة وإذا اختاريت الأسفل يعني لازم أصعد للنقطة إذا المؤشر ما يقول لي يقول لي تصعد للنقطة وصعودك على شكل محدد تصعد وصعودك على شكل محدد إذا هذه النقطة الوهمية اللي نجحت في الاختبار رح أجي أصعد للنقطة صفر أربعة وهذا الصعود رح يكون على شكل محدد زين وصلت للصفر أربعة استقبلوني صبوا الغداء وقالوا يا بتشاي ما تكترى رح يصير يم الواحد اثنين زين إشلون أنصل للواحد اثنين بش قالوا لي قالوا لي إذا أنت بيت الصفر لازم تنزل وأبقع التحد بماتك لما توصل يم الواحد رح تلقي تشاي حاضر تسهنا من الصفر رح أنزل للنقطة الأكس مالة واحد شوف النزول أيضا رح يبقى محدد رح أنزل للنقطة الأكس مالة واحد زين وصلت يم الواحد واشربنا تشاي يم الواحد إذن هذا النزول شوفوا إذا نزلت للنقطة الأكس مالة واحد زين اشربنا تشاي يم الواحد قال لنا يا بتر الثنيان عازمكم على فواكه يا بشلون نوصل للثنيان اش قال لنا قال لنا هسه انتم اطول يم يم الواحد استمروا بالنزول ولكن فروا ايديكم سووه مقعر اذا استمر بالنزول ورح تتحول الى مقعر يعني معناها شلون خلي نشوفه هسه رح استمر بالنزول ولكن رح تتحول الى مقعر هسه نا وصلنا للثنيان اكلنا الفواكه يا بريد نرجع الاهل نشلون يقول اصعدوا واستمروا على التقعر مالتكم اذا معناها المنحني رح يكونوا في الصورة هذه صعودوا استمر بالتقعر خلي ااخد سؤال ثالث على موض الفكرة تتعزز عدكم وراها شعدكم اسئلة اريد السؤالون السؤال الثالث يقول لي افوف اكس تساوي اكس تكعيب ناقص ثلاثة اكس اذا هذه اكس تكعيب ناقص ثلاثة اكس شنو نقاط التقاطع نقاط التقاطع هي الصفر صفر والجذر ثلاثة صفر والسالب جذر ثلاثة صفر اذا هذه نقاط التقاطع مزيد بعد اش عندي نقاط الحرجة هي واحد سالب اثنين وبعد والسالب والسالب واحد اثنين هذه النقاطة الحرجة بعد نقاط الانقلاب هي الصفر صفر نقاط الانقلاب صفر صفر جذر شرح يسوي يسا اعيد رسم خط الاعداد الاول وخط الاعداد الاول فيه واحد وسالب واحد وخط الاعداد الثاني فيه الصفر خط الاعداد الاول شنو الاشارات خط الاعداد الاول الاشارات موجب وبعدها سالب وبعدها موجب اذا هنا رح اقول موجب وهذه رح تكون سالب وهذه رح تكون موجب خط الأعدار الثاني شكوبي اليمنى موجب واليسرى سالب إذن رح يكون اليمنى موجب إذا الإشارة خليها فوق خليها جوة ماكو مشكلة اليمنى موجب وقال اليسرى سالب إذا كم عمود رح أسوي رح أسوي ثلاثة عمدة عمود عند الواحد وعمود عند الصفر وعمود عند السالب واحد وراها رح أسوي هنا الإشارات الأسهم صعود نزول نزول صعود تحد تحد تقر يعني كم توقف رح يصير عندي رح نتغدى يم الواحد ورح نشرب شاي يم الصفر أو عفوا نحن نتغدى يم السالب واحد أقصر يسار ورح نشرب شاي يم الصفر ورح نأكل فواكه يم الواحد يعني دائما اللي رح يعزمنا على الغد باشر اللي صاير أقصر يسار أول بيت رح يصادف نين نقعد يم ما نتغدى رح أجي أثبت النقاط الحصلتها كلها اللي هي التقاط والحرجة والانقلاب خلي أروح للمصدر ماتي ويا مصدر تعايد أريد أسوي مقياس رسم بنفس الكيفية تماما أنا رح أختار الأربعة سنتيمتر في كل الاتجاهات إذن اختاريت الأربعة سنتيمتر في كل الاتجاهات يمين يسار أعلى أسفل إذن هذه الأربعة سنتيمتر روحي يا مصدر هذه الأربعة شو تمثل هذه الأربعة في هذا السؤال تمثل اثنين عندي لأن أكبر عدد في هذه المجموعة هو اثنين أكبر عدد هو اثنين يعني هذه أعتبرها اثنين صفر هذه أعتبرها السالب اثنين صفر هذه أعتبرها صفر اثنين هذا يعتبرها الصفر سالب الثاني يعني مو الرسم يمر بيها لو أجي أباوع السؤال القبلة الرسم ممر بس بهذه الفوق لأن هذا شنو هذا خليتك مقياس رسم إذن من أريد أثبت الصفر صفر وين صاير الصفر صفر إذن الصفر صفر أكيد كلكم تعفو بأن هذا هنا إذن هذه النقطة هي صفر صفر وما يختلف عليها الثاني هذه صفر صفر جذر ثلاثة صفر وين صاير جذر ثلاثة صفر صاير أقل من اثنين إذن هنا هذه رح تكون عندي جذر ثلاثة صفر وسالب جذر ثلاثة صفر رح تصير هنا إذن هذه رح تكون سالب جذر ثلاثة صفر بعد ش عندي واحد سالب اثنين إذا المسافة منا إلى هنا اثنين فالواحد رح يكون بالوسط زين وسالب اثنين رح تكون هنا يعني تحديدا النقطة رح تكون هنا بالضبط إذن رح أقول واحد سالب اثنين مكانها رح يكون هنا رح أجي أكتب واحد سالب اثنين زين سالب واحد اثنين رح يكون بالاتجاه الآخر إذن هذه النقطة هي السالب واحد ذن النقاط الزرق لازم أمر بيهن مو الحمر النقاط الزرق أمر بيهن النقاط الحمر هي فقط مقياس رسم وين رح يكون الغداء شو تقولين السائل من رح نسأل هنا أي تسوة عشر ها أي خمسة وثلاثين أول شي رح من سالب واحد ها الغداء رح يكون يم السالب واحد إذن هنا رح نتغداء لكن رح نخابرين نقول لها يا بش لون نجيك هنا رح يكون صعود لو نزول ش رح يقول لنا صعود ها رح يقول لنا صعود ها صعود وشنو تحد صعود ومحد إذن معناها يقول شوية تحركوا باتجاه اليسر واختاروا لي نقطين لو من الأسفل تبدون لو تبدون من الأعلى نقول لي احنا ابتهمنا الوضعية رح نبدي من الأسفل إذن معناها منا إلى هنا رح تكون عملية صعود هذه رح تكون عملية صعود ولكن اش قل لنا هو قال الآن يعازمكم على غدا بس ترى صمون مع ابنة ياريتوا تشيفون صمونه ياكم من يبيع صمون هذه النقطة يبيعون يمها صمون هذه نقطة التقاطع والملاحظة تقول نقاط التقاطع هي نقاط مرور وليست نقاط توقف القلم رح يوقف مرة بالسالب واحد ويوقف مرة بالصفر ويوقف مرة بالواحد في نقاط التقاطع القلم ما يوقف نقاط مرور يعني يقول أنتوا رح تصعدون لما توصلوا لي لكن بطريقكم إذا لقيتوا نقطة التقاطع أريد تمرون بيها إذا بالطريق أكو نقطة التقاطع أريد تمرون بيها وممنوع القلم يوقف بنقطة التقاطع لأنس هنا إذا أريد أسوي فالتحدب كامل أو بعدين أسوي فالتحدب وبعدين مثلا انكسرت اللبه مع القلم وردت أبدلها وأكمل شوفوا ش رح يصير هنا رح يصير طسة بالرسم هذه الطسة ممقبولة وزاريا فمن أوقف بنقطة التقاطع يعني من أريد أكمل يعني أريد شوي أسوي هيش تحدب بس أوقف لثانية وحدة وأكمل رح يصير طسة بالرسم فهنا ممكن يحاسبني عليها بالوزاري ليش لأن كأنه صار تحدب ورجع تقعر أو تقعر ورجع تحدب فالملاحظة شو تقول تقول هس رح أجي أتحرك من جو النقطة اللي هي سالب جذر ثلاثة صفر إلى النقطة سالب واحد اثنيا وبشكل محدد رح اختار لفد مسافة كل شي صغيرة جو النقطة منا رح أبدي جو النقطة وعلى موت أضمن مروري بالنقطة شوفوا ش رح يصير هنا إذن معناها رح يكون فالصورة حاجة إذن هذا صعود ومحدد زين هس رح تقولون مو إحنا شو أنت ما مريت بالنقطة يعني شقد شن الدقيق ما مريت بالنقطة هذا بالوزاري حاسبني له لا المفروض أمر بالنقطة إذا ما صارت عملية مرور بالنقطة مكان ما تعيدون الخط كله شو سوون هنا اتباعون يمنى يسرها ما حد يشوفكم اتمسحون هذه النقطة شوية تجيبوها لي جاي مثل ما سويت الثاني يعني إذا صار هنا صار عملية مرور بالنقطة زين وصلت إلى السالب واحد اتغدينا دريد نشرب شاي الشاي وين رح نشربه شو تقولون هنا اي وان نعم استاد وين الشاي رح نشربه لأيام الصفر عافية ايام الصفر زين شلون أوصل للصفر نسوي نزول نزول وطبيعة النزول شنو تقع لا متشوفي هناش مكتوب لا تحدب يعني لي جوا ها إذا نزول ومحدب إذا رح يكون بصورة هذه إذا هذا نزول ومحدب زين وصلت للصفر شربنا شاي زين هس هنا وين رح نأكل فواكه شو تقولون يا الله رفعوا يديكم رفعوا يديكم رفعوا يديكم مو إلا أنا أختار نعم اي 34 استاد يم الواحد يم الواحد زين شلون رح نوصل للواحد نزول وتقع ها نزول وتقع إذا السآلة موصلت للصفر إذا هنا الواحد رح يكون نزول وتقع هس هنا من وصلت للواحد طبعا شوية الرسم صار مو كلش دقيق خلي أعيد الرسم الفوق إذا معناها هذا رح يكون عندي نزول وتحدب وبعدين من أجي أكمل رح أجي أستمر بالنزول رح يتحول إلى تقع هس هنا وراها ورا معبرت الواحد إذا المؤشر جاي يقول عندي هي يقول أصعد وأبقى على تقع وماتك إذا عندك نقطة تقاطع لازم تمر بيها إذا معناها الرسم رح يكون في الصورة هذه طبعا هنا القلم أنا ما مسيطر عليه لأن الكتابة على التابلت ممثل الكتابة بالدفتر يعني هنا الرسم رح يكون رح عيدة بطريقة أخرى رح يكون بالصورة التالية أركزوا إياي هس ذن النقاط اللي حصلت عليها شوفوا حتى يكون الرسم أكثر دقة رح أجي أرسمه في الصورة هذه إذن أول واحد رح يكون في الصورة هذه وثاني واحد إش رح يكون عندي ثاني واحد إسه هنا رح نبدل اللون مات رح يكون في الصورة هذه إذن الرسم ما لكم المفروض هي شي يطلع إسه ما ريده بالضبط يصير على نقطة التقاطع شوية نزلون جوه نقطة التقاطع وهنا شوية صعدون فوق نقطة التقاطع إذن إسه هنا هذا التحدب والتقعر مو بالضرورة أن يكون فالتحدب مرئي جدا يعني إسه لو تجون تشوفون هنا أكو فالتحدب ولكن ضعيف جدا هنا أكو تقعر ضعيف جدا مو بالضرورة أن يكون التحدب هي شي قوي يمبين فهذا الرسم هذا الرسم كامل وتأخذون عليها درجة كاملة شنو ملاحظاتكم على هذا الحجي لحد الآن شنو عدتكم أسئلة بالرسومات الثلاثة نعم بي 15 استاذ يعني أنا من أبدي أرسم أو على الخطة اللي أنا سواجل يعني أبدي بالسالب يعني دائما الغداء وين يصير يصير يم أقصى اليسار يسار بعدين نص وبعدين يعني أباوع على هذا المقاري الأحداث يعني في كوين بل ضبط ما باوع على المستوي لدي كارتي لأن التقاطع ما باوع عليها لأدوقني التقاطع أباوع على هذه الخطين فأجي أشوف هذا أقصى اليسار لازم أبدي من يساره لكن مو اليسار الفعلي لو أعلى لو أسفل حسب السهم الموجود هنا إذا للأعلى رح أبدي من الأسفل وإذا كانت تجاه السهم للأسفل يعني معناها رح أبدي من الأعلى نعم نعم أي خمسة ودلال فالجدول هذا رازم نسوي قلنا الجدول ما عليها ولا درجة وذن الخطين ما عليها ولا درجة الدرجة يعني طيليها على الرسم الجدول بعض الطلاب يقول أنا ما ريد أسوي جدول أنا داباوع على الحلول ماتي والنقاط هي موجودة قدام عيني رح أثبتها على الرسم ماكو مشكلة لكن أعتبر ذني الخطين مهمة جدا حتى أعرف كم قطعة عندي الرسم رغم أستاذ النقاط إن كلها طلعتين أثبتهم على الرسم التقاط والحرجة والانقلاب عندي نقطة قدارت أحسبها رح أجي أثبتها على الرسم زي نعم في عشرين هذه يعني هاي الخطين أسويها على جهة وهذه آه هذه أخليها أسويها جو الرسم ما لها علاقة بالخطين المال السؤال الأصلي ذي تعليها درجات من ضمن خطوات الحل ولكن أجي أستنسخها وخليها جو المحورين لحداثيا ألمود تساعدني بالرسم وما مسح عادي ما مسح لا أبقي هم عاكم مشكلة نعم زي ساد يعني هذا الرسم هم يعتبر يعني تحقيق للتناظر أكيد نعم إسه هنا هذا كل واضح بأن الدالة متناظرة حول نقطة الأصل والسؤال اللي رح ترسموه بعد شوية رح يكون متناظر حول محور الصادات ورح نوضح كلهم إن شاء الله بعد الاستراحة زي نعم بي 13 نعم أستاذ أستاذ بس يعني إذا الرسم ما طلع كلش حلو يعني أو ما رسمت يعني ما كلش عادل أي برضا ما ماكو مشكلة يعني إسه أنا رسمي الأول اللي هو يخلي نقول يعني بخط الإيدة نسأ الرسم الثاني أنا استخدمت خصائص الحاسبة هي طلعتلي منحني مرتب ولكن أنا من رسمتها بإيدي هنا ما طلع كلش حلو مو إلا هيتش الرسم المهم دايطيني المضمون ما دايطيني عليها درجة كاملة نعم بس المهم شنو أنا من دايقلكم أريد المضمون يعني مو كلش مخربط يعني على الأقل أريد التحدب والتقع أريد تكون واضحة ترى بالعين المجردة وأريد قياسات النقاط واضحة يعني بعض الطلاب شي سوين من الواحد هنا مثلا الواحد هنا ويجعل الثنين هنا زين شلون صارت يعني مثلا واحد سالب اثنين يكتب لياه هنا فأقول شلون عقلتها منا إلى هنا واحد ومنا إلى هنا اثنين هذا اللي حاسب عليه بالوزاري يعني أريد بالعين المجردة تبين الواحد أصغر من الثنين وهكذا نعم تمام أستاذ أي واحد وعشرين أستاذ بس اترجع الشاشة السؤال موجودة هي عدكم بالملزمة نعم هذا السؤال الثاني وهذا السؤال الأول هس اللي أريد منكم أريد الدالة X تربيع ناقص واحد تربيع اللي هو هذا اللي موجود عدكم بالملزمة صفحة 40 أريد ما لكم علاقة أنا شو راسم بالملزمة أريد تستخدمون طريقة اللي اتفقنا عليه هس في حل السؤال إذن إذن راح لحطيكم ثلاث دقائق أو أربع دقائق وراجع لكم مرة ثانية حتى نشوف شلون رسمتوا راح شوفون شلون رسمت والدقيقون ويا الرسم مالتكم يلا أربع دقائق السلام عليكم مجددا إذن الجزء الثاني من محاضرتنا وخلي نشوف شلون رسمتوا هذه الدالة ونحاول نستفيد من أخطائنا في طريقة الرسم إذن الدالة هي X تربيع ناقص 1 لكل تربيع نقاط التقاطع أكيد هي 0 1 و 1 0 وسالب 1 0 نقاط الحرجة هي نفس 0 1 و 1 0 وسالب 1 0 وبالصدفة بأن في هذا السؤال طلعت نقاط التقاطع هي نفس نقاط حرجة نقاط الانقلاب طلعت عندي 1 على جذر 3 4 على 9 وسالب 1 على جذر 3 أيضا 4 على 9 من جهة على خط الأعداد الأول لقيت بي الواحد ولقيت الصفر ولقيت السالب 1 وخط الأعداد الثاني لقيت بي الواحد على جذر 3 اللي هو صاير بين الصفر والواحد ولقيت السالب 1 على جذر 3 إذن السالب 1 على جذر 3 بعد لو أجاب أواحد إشارات ما الخط الأعداد الأول لقيت تبدي من الموجب وبعدين راحت للسالب وبعدين رجعت موجب وبعدين رجعت السالب في حين الإشارات بالخط الثاني بدت بالموجب إذن بدت بالموجب وبعدين انتقلت للسالب وبعدين رجعت موجب إذن هنا كم عمود رح يصير عندي في هذا الرسم كم عمود رح يصير عندي أنا شو تقولون انتو من اللي يكمل الرسم ويقول لي كم عمود صار نعم بيتو أستاذ خمسة رح تصير خمسة عمدة يعني عند الواحد رح يكون عمود و عند الواحد على جذر 3 عمود و عند الصفر رح يكون عمود و عند السالب واحد على جذر 3 عمود وبالسالب واحد عندي عمود يعني معناها صارت صارت نزول وبعدي صعود وصعود ونزول نزول صعود هنا صارت مقارة مقارة محدبة محدبة مقارة مقارة زي رح أجي أشر كل النقاط اللي حصلت قبل ما أروح أشر النقاط اتفقنا بأن هنا نسوي مقياس رسم النفس رحت لهذه المصدرة و رح أجي أثبت مقياس الرسم اللي قلنا بالنسبة إلي أنا رح أختار أربعة سنتيمتر إذن رح أختار أربعة سنتيمتر بالنسبة لكم بكيفكم يعني هنا فالشي معقول إذن هنا اختاريت أربعة سنتيمتر في كل الاتجاهات ولكن اتفقنا بأن هذا الأربعة سنتيمتر كمقياس رسم مو بالضرورة هو يمثل الأربعة بالنسبة للنقاط العندي حس النقاط العندي أكبر عدد عندي شنو أكبر عدد بها هو الواحد إذن النقاط العندي أكبر عدد بها الواحد إذن رح أجي أعتبر المسافة منا إلى هنا واحد يعني هذه النقطة هي واحد صفر هذه النقطة السالب واحد صفر هذه النقطة صفر واحد وهذه النقطة صفر سالب واحد أحيانا بعض النقاط المكونة لمقياس الرسم أمر بها إذا هي بصت ضمن النقاط وأحيانا أخرى لا ما أمر بها يجوز وحدة يجوز اثنين يجوز ثلاثة حسب النقاط الموجودة عندي من موجود عندي الواحد صفر هذا هو الواحد صفر إذن هذه صارت نقطة أصلية إذن هذه واحد صفر سالب واحد صفر هذه صارت نقطة أصلية إذن هذه سالب واحد صفر يعني مقياس رسم وتحولت إلى أصلية صفر واحد إذن هذه مقياس رسم وتحولت إلى أصلية في حين هذه الصفر سالب واحد هذه بقت مجرد رسم لا راح يمر بيها الرسم ولا يمر من يمها بعدش عندي الواحد على جذر ثلاثة تقريبا نص يعني اقول يا عدد قريب من الثلاثة الى جذر هو اربعة جذر الاربعة سنيا يعني واحد على اثنين اعتبرها نص الاربعة على تسعة هم تقريبا نص لأن نص التسعة هو اربعة ونص اذا معناها الاربعة على تسعة هي ايضا نص هس النقطة نص نص شجور راح تصير اذا كان هذه المسافة من هنا واحد والمسافة من هنا الى هنا واحد يعني النصف صاير هنا والنصف الاخرى صاير هنا وين راح يتقاطعون يتقاطعون هنا اذا معناها راح تصير عندي واحد على جذر ثلاثة اربعة على تسعة هنا والسالب واحد على جذر ثلاثة اربعة على تسعة راح تكون هنا ايضا راح اجي اكتبها كنقطة يعني واحد على جذر ثلاثة اربعة على تسعة وهنا راح يصير سالب واحد على جذر ثلاثة اربعة على تسعة اذا هس النقاط كلها ثبتتها هس هنا راح يبدي الرسم هس معزومين على غدا ومعزومين على شاي وعلى فواكه ومرطبات ومكسرات زين هس منو راح يعزمنا على غدا منو تقولون يلا رفعوا يدياكم منو اللي يعزمنا على غدا اه نعم بي عشرين السالب واحد السالب واحد عزمنا على الغدا زين هادا شنون راح نوصل لسالب واحد سالب واحد نزولا وتقع ها نزول وتقع ار ما طول نزول يعني هنا راح تحرك باتجاه اليسار شوية والنقطة راح تصير من فوق اذا راح يكون نزول وتقع ار اذا هنا وصلنا بهالصورة هذه وصلنا الى السالب واحد اتغدينا نزول الشاي وين راح نشربه هسه ش تقولون بيخ مصطعش يم سالب واحد على جذر الثلاثة اذا هنا ورمت غدينة يم السالب واحد الشاي راح نشربه يم السالب واحد على جذر الثلاثة اذا شون اروح لهذا لازم صعود وتقع نعم اذا هذا راح يكون صعود وابقع التقع زين شربنا الشاي زين الفواكه وين راح يصير نعم ايوان استاذ يم السفر يم السفر يم النقطة الاكس ما لاته صفر يعني الصفر واحد شلون اوصلها لهذه النقطة من الصفر صعود صعود تحده جيد اذا هذا راح يكون صعود وتحده زين هسه هنا اكلنا الفواكه زين المرتبات هنا وين راح تكون بعد الباقيين بي واحد وعشرين استاذ يم مع واحد على جذر الثلاثة زين شلون اوصل لهذا نزول لتحدب ايدان راح يكون نزول وابقع التحدب زين الكرزات وين راح تصير نعم اي اربعة وثلاثين يم الواحد يم الواحد شلون اوصل له هما سوي صعود وتقعر شلون صعود لا نزول نزول وتقعر ايدان هذا نزول وتقعر زين اكلنا كرزات بعد تعبنا ريد نرجع الاهنة شلون راح نرجع الاهنة شو تقولون اي خمسة وثلاثين صعود وتقعر ايدان هنا صعود وتقعر هسه هنا لو اجي اباوع هذا الشكل واضح جدا بان هذا الشكل متناظر حول محور الصادات اذا انا من حلية السؤال من وصلت الى شرط التناظر قلت التناظر حول محور الصادات متى يكون المنحني متناظر حول محور الصادات اذا كل شيء ألقاه باليمنة ألقاه باليسرة اي شيء ألقاه بالربع الاول ألقاه مثله بالربع الثاني اي شيء ألقاه بالربع الثالث ألقاه مثله بالربع الرابع ولا هو متناظر حول نقطة الاصل لو أباوع على السؤال الاول نعم متناظر حول نقطة الاصل بان هذه القطعة نفسه هنا موجودة بالعكس اذا هذا تناظر حول نقطة الاصل اذا شنوعدكم اسئلة لحد الان نعم بي 13 نعم استاذ استاذ انا من رسلت يعني من كل شيء شابه هاي الطرف يعني هون بين يعني ماكو مشكلة يعني بينه يعني جوز شوية انت القياسات ماتت كانت مو كلش دقيقة لا استاذ دقيقة بسوية يعني من جريت القلم اي اي فهنا شوية شوية رح تتعلمون مو بالضبط بالضبط اريده مش شابه ولكن هنا خلي نقول اللي يشوفه من بعيد يقوله دي منه مثل الجزره محكم مشكلة تمام استاذ بعد اي واحد وعشرين هذا بس على مدى التناظر حول نقطة الاصل والواي نعم التناظر حول نقطة الاصل يكون الرسم يمر بيها لا شوفي التناظر حول نقطة الاصل يعني التناظر حول محور الصادات اذا ردت هذا الرسم اطوي حول محور الصادات يعني هذه القطعة هذه القطعة اذا ردت اقلبها على محور الصادات وين رح تنطبق رح تنطبق على هذه القطعة تماما هذا يسمي تناظر حول محور الصادات تناظر حول نقطة الاصل خلي اعتبر الورقة آني اول مرة طبقتها على محور الصادات وبعديا النوب طبقتها على محور الصادات يعني طويتها طويتيا يعني مش رسم يمر بالنقطة الاصل لا هنا التناظر ما هو الرسم يعني ممكن يكون اذا ما يمر بنقطة الاصل الشو رح يكون عندي هنا التناظر فعلى الاغلب التناظر لازم يكون بنقطة الاصل على مودي يكون واضح هذا لو ردت شوية ازحفة يعني هسه هنا رح احاول بل كي اقدر هنا اذا ردت شوية ازحفة الرسم يعني رح اسويبها الاتجاه هذا هنا كل اتحرك اذا هنا اذا الرسم شوية زحف فهنا بعد نقطة الاصل شو بي صارت هسه يعني لو كان الرسم بها الصورة هذه راح التناظر اصلا واضح فلان هنا طلع من نقطة الاصل فراح التناظر ولكن هنا بوضع الحالي هو تناظر حول نقطة الاصل نعم هسه خلي نشوف سؤال اخر استاذ نعم صدقا دستر عندي يعني من احدز الخط الاعداد هذا الان الثانيين نعم المسافات المسافات ممتساوية المسافات مو بالضرورة تكون مساوية يعني طلعت لي يعني نزول نزول وتحدب وتحدب مو انت شو مساوية الظاهر مساوية اعمدة يلا مساوية الاشارات نعم مساوية الاشارات فبالبداية فبالبداية انا اسول السهم الخاط واسول الاشارات مات ووراها اسول اعمدة وبعدين اسول اسهم هسا هنا رح نجي نشوف بالامثلة الجاية الموت تعلمين عن الرسم بعد اكتر نعم اي خمسة وثلاثين هو الى خمسة وثلاثين نعم اي بواحد وعشرين الفضلي استاذ بس احنا اول شي انثبت المقياس بعدين كل النقاط اللي عدنا انثبتهم كل النقاط اللي موجودة عندي سواء كانت تقاطع او حرجة او انقلاب كلها اثبتها على الرسم لكن الغد ما يصير دائما اقصى اليسار بالرسم بيرباركم يعني هسا هنا من اجي اباوح هذا السؤال ما تغديني يم السالب جذر ثلاثة صفر هنا وين تغديني تغديني يم السالب واحد اللي صاير هو هذا الخط اللي اقصى ليسار اذا عندي نقطة تقاطع بالطريق فلازم امر بها زين نروح نشوف اي ثلاثة وثلاثين نعم استاذ بس ممكن تعيد هاي ما التناظر حول محور السادات الشون اكسى والتناظر حول نقطة الاصل التناظر حول محور السادات انت تذكرين احنا منエرسم ننخل معروف رسمناها يم كو مولا يعني هنا من قلنا هذه المحورين الاحداثين سأريد ارسم المحورين الاحداثين زين ورسمنا هنا نخلة زين هادي النخلة شغل عليها ويا النخلة الاولى اقول متناظر حول محور السادات النخلة اليمنى تشبه النخلة اليسرى هذه النخلة وهي النخلة الأولى متناظرة حول نقطة الأصل فإذا كان الأول مثل الثالث مقلوب أو الثاني مثل الرابع مقلوب إذن تناظر حول نقطة الأصل في حين سالنخلة هي ممر بنقطة الأصل سؤالكم ما القبل شوية إلا يمر بنقطة الأصل يعني هنا ممكن ما يمر بنقطة الأصل في بعض الأسئلة أكو تناظر حول نقطة الأصل بس المنحني ما يمر بنقطة الأصل مو بالضرورة يمر بنقطة الأصل لكن الرسم اللي موجود بالربع الأول هو نفسه بالربع الثالث معكوس والرسم الموجود بالربع الثاني هو نفسه بالربع الرابع معكوس هذا أقول تناظر حول نقطة الأصل تناظر حول محور الصادات اليمنى يشبه اليسرى فهذا الرسم اليمنى يشبه اليسرى إذن تناظر حول محور الصادات ولو كان هنا أجيب لكم يجو السؤال بالامتحان بحيث هنا هذا ليس 1-0 وسالب 1-0 يعني ممكن يجيين الرسم به الصورة هذه ممكن الرسم به الصورة هذه فهذا أيضا متناظر حول محور الصادات اليمنى مثل اليسرى واضح التناظر حول نقطة الأصل يعني لو أجي أسوي المحورين الإحداثيا إذا كان بالربع الأول هيجي لازم بالربع الثالث إيجي وإذا كان بالربع الثاني هيجي لازم بالربع الرابع عكسه تماما وإذا كان بالربع الثاني هيجي لازم بالربع الرابع هيجي هذا أسميه تناظر حول نقطة الأصل وإذا كان بالربع الأول في الصورة هذه لازم بالربع الثالث في الصورة هذه هسه خلي نشوف السؤال البعد ووصلنا إلى الدالة اللي هي أفوف أكس تساوي أكس تكعيب زائد ثلاثة أكس تربيع خلي نحاول سواء إذن أكس تكعيب زائد ثلاثة أكس تربيع نقاط التقاطع صفر صفر والسالب ثلاثة صفر زائد الحرجة بينه عندي الحرجة صفر صفر وسالب اثنين أربعة إذن هذه صفر صفر وهذه سالب اثنين أربعة والانقلاب عندي سالب واحد اثنين نقطة للانقلاب هي سالب واحد اثنين حسه خط الأعداد الأول شكوبي بالصفر وبالسالب اثنين شو شون داع رسمه خط الأعداد الثاني بسالب واحد السالب واحد المفروض صاير بين الصفر والسالب اثنين مزيد الإشارات شنو عندي خط الأعداد الأول موجب سالب موجب إذن رح يكون في الصورة هذه هذا كله موجب هذا رح يكون سالب وهذا كله رح يكون موجب مزيد خط الأعداد الثاني اللي يمنى موجب واليسر سالب إذن هذا موجب وهذا سالب مزيد كم عمود رح يسوي هنا رح يسوي ثلاث أعمدة بالصفر أكو عمود وبالسالب واحد عمود وبالسالب اثنين عمود هسه تزايد تناقص تناقص تزايد تحدب تحدب تقعر تقعر خلي أروح أسوي مقياس الرسم نفس العملية جبت المصدرة و رح أجي أثبت مقياس الرسم إذن هنا رح يكون أربعة وهذا أيضا رح يكون أربعة وهذا هو أربعة وهذا هو أربعة زي الأربعة عمال هذا السؤال هو نفس الأربعة الحقيقية ليش لأن هنا عندي أكبر عدد بالسؤال هو أربعة زي ولكن الرسم بمن رح يمر بدني النقاط الأربعة عمال مقياس الرسم شو تقولون يعني بمن رح يمر بأربعة نعم 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 لازم أنه إحنا نحددها اللي هي نقاط التقاطع هي صفر صفر نعم وسالبة ثلاثة صفر نعم يعني نحددها المكتبة على الرسم الحر جعدنا صفر صفر أم مفاركة سالبة ثلاثة أربعة دقيق إذا هذه هي صفر صفر هذه النقطة هي صفر صفر زي سالب ثلاثة صفر وين صايرة هنا على اليسرى يعني هنا سالب ثلاثة صفر صايرة هنا يعني إذا كانت هذه سالب أربعة فالسالب ثلاثة صايرة شوية قبلها إذن معناها هذه النقطة راح تكون سالب ثلاثة صفر هذه سالب ثلاثة صفر بعد الأربعة هي أكبر الشي اللي هي نحن مختارين مقياس الرأس سالب ثلاثة أربعة هذه السالب شوفي هذه السالب ثلاثة وهذه السالب واحد سالب ثلاثة أربعة وين راح تصير إذا هذه سالب ثلاثة وهذه سالب واحد سالب ثلاثة أربعة راح تكون فوق إذن هذه راح تكون سالب ثلاثة أربعة زيان والسالب واحد اثنين هنا أنا علي يسرا نعم إذن هذه رح تكون سالب واحد اثنين إذن هذه النقطة هي سالب واحد اثنين هسه بيمن وعندي هذه النقطة هي بالأصل صفر صفر إذن بيش رح أمر هسه رح أمر بذن النقاط اللي استهنا إذا ردت أغير ألوانها إذن هذه النقاط رح أسويهم صفر إذن معناها الرسم وين رح يمر رح يمر فقط بالنقاط الصفر الرسم رح يمر بالنقاط الصفر هان يسه عندي النقاط هذه سالب ثلاثة صفر اللي هي مجرد نقطة تقاطع وعندي سالب اثنين أربعة وعندي سالب واحد اثنين وعندي صفر صفر زين وين رح نتغدى اليوم على هالحكي وين رح نتغدى شو تقولون نعم يلا بي أربعة استاذ نبدي بسالب اثنين ها رح نتغدى يوم السالب اثنين ورح نتغدى سالب اثنين شوية تجهلية ستراونا أخذ نقطة فوق ونقطة جوة إذن هنا رح نأخذ الأسفل أو لا لا استاذ يعني رح نصعد لها فنأخذ الأسفل ها رح نأخذ الأسفل زين الأسفل رح أمر من جوة نقطة التقاطع لو من فوق نقطة التقاطع شوية جوة نقطة التقاطع إذن هنا رح يكون عندي صعود ومحدب زين وصلنا يوم السالب اثنين نتغدى ندريد نشرف شاي زين وين رح نشرف شاي شو تقولون نعم بي عشرين استاذ يوم السالب واحد إذن رح نشرف شاي يوم السالب واحد زين شو رح نوصل للسالب واحد نزولا وتحدد إذن رح يكون عندي نزول وتحدد زين وصلنا يوم السالب واحد زين الفواكه وين رح يصير نعم أي 15 يوم السفر نعم يوم السفر إذن نعم شكرا إليج إذن معناها سد المايكات والدكم سد المايكات بابا إذن هنا رح يكون عندي نزول ومقعر إذن شكرا إليج إذن رح يكون هنا نزول ومقعر هسه وين شلون أروح بعد أرجع لبيتنا هسه رح يكون عندي صعود وأبقى على التقعر ماتي إذن الرسم رح يكون في الصورة هذه ولكن النصيحة لكم يعني شوفوا إسه هنا الرسم ماتي هذا التقعر صار كلش قوي هذا التقعر قوي جدا صار يعني ما ريد يبين هيتش قوي أريد هيتش اسمن يعني إذا أريدت أعيد رسم هذا مرة ثانية على الحاسوب يعني بطريقة الحاسبة شوفوا الرسم الشهر رح يكون أكثر جمالية إذن شوفوا الرسم الشهر رح يسير شوفوا هنا الرسم يعني من سويته عن طريق الحاسبة التحدب والتقعر يعني اسمن ما ريده كلش واضح يبين فكل ما يكون التحدب والتقعر يعني يكون ضعيف جدا يكون الرسم أجمل وإذا معرفتوا وسويتوها مثل الرسم اللي رسمت قبل شوية وماكو مشكلة فهو مقبول وزاريا المهم أريد يبين التحدب والتقعر طبعا هنا هذه النقطة شوية تنزل يعني جوه نقطة التقعر عادي شوية تنزل أريدها جوه نقطة التقعر واضح جدا بأن المنحني لا هو متناظر لا مع محور السينات ولا عفوا لا مع محور الصادات ولا مع نقطة الأصل نروح السؤال آخر لو عدكم سؤال أنتو أي واحد وعشرين هنا الانقلاب هذه هي نقطة الانقلاب في كل الأسئلة إحنا نمر بالحرجة الحرجة القلم يوقف فيها والانقلاب القلم يوقف فيها فقط نقطة التقاطع هي نقطة مرور القلم ما يوقف بها دس إحنا كم مرة وقفنا وقفنا عند السالب اثنين لأنها حرجة ووقفنا عند السالب 1 لأنها انقلاب ووقفنا عند الصفر لأنها حرجة يا مرح المسلم كيف التقاطع Houston التقاطع القلم ما يوقف بها ما يوقف بها نهائيا بطريقي آني ورايح وين ما ألقي نقطة التقاطع لازم أمر بها مجرد مرور القلم ما يوقف فيها نهائيا فالقلم يوقف بالعظمى بالصغرى بالحرجة بالانقلاب لكن بالتقاطع ما يوقف القلم إلا حالة وحدة إذا كانت التقاطع هي حرجة يعني سب هذا السؤال الصفر صفر هي هم تقاطع وهم حرجة القلم ما يوقف فيها لأنها حرجة وليس لأنها تقاطع لو أجي أباوع السؤال البعض السؤال الآخر يقول لي هنا الأفوف X تساوي X تربيع ناقص 2X ناقص 3 يعني من أجي أكتب دالة اللي هي X تربيع ناقص 2X ناقص 3 التقاطع منه عندي التقاطع هوية عندي صفر سالب 3 وعندي 3 صفر وعندي سالب 1 صفر هذه التقاطع زين الحرجة منه عندي 1 سالب 4 هذه الحرجة الانقلاب لا توجد إذن لا توجد نقطة انقلاب زين رح أروح أعيد رسم خط الأعداد الأول خط الأعداد الأول يحتوي على الواحد والإشارات كلها موجبة خط الأعداد الأول يحتوي على الواحد والإشارات كلها موجبة زين خط أعداد ثاني ماكو بالسؤال نسألوا نجي ندور بالملزمة ماكو خط أعداد ثاني اشتقيت المشتقة الثانية طلعت لي ثابت قلت عليه أكبر من صفر وإحنا ما أخذين ملاحظة إذا كانت المشتقة الثانية أكبر من صفر ثابت عدد ثابت أكبر من صفر رح أقول الدالة مقعرة في كل مجالها ولا توجد نقاط انقلاب ولكن من أجي أرسم أنا رح أرسم خط وهمي من عندي وسوي كل موجب هاي إذا كانت مقعرة في كل مجالها إذن هذا خط وهمي من عندي أسوي كل موجب وإذا كانت محدبة في كل مجالها أيضا رح يصير خط وهمي من عندي أسوي كل سالب هس كم عمود رح يصير عندي رح يصير عمود واحد فقط إذن متزايدة متزايدة وبعد شنو رح تكون هنا عفوا خط الأعداد الأول صار عندي بي خطأ خلي نعيد خط الأعداد الأول هو موجب سالب خط الأعداد الأول هو موجب سالب أعتذر جدا إذن معناه هذا صار عندي سالب 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 يعني معناها صار عندي هسة يعني معناها الأول رح يكون عندي نزول صعود والخط الثاني هو مقحرة مقحرة هم رح أروح للمصدرة ورح أجي أسوي مقياس الرسم هو في كل الأحوال أنا اتفقت وياكم بالنسبة للورقمات أنا يعجبني أسويها أربعة لأن شوف كان بالي أن أسويها ستة كان بالي أسويها ستة لكن من دافورها المصدرة الستة صار فوق لذلك من اختاريت الأربعة عليش على مديرهم على كل الاتجاهات إذن اختاريت هنا أربعة وأيضا اختاريت هنا أيضا أربعة وأيضا هنا اختاريت أربعة إذن هسا المصدرة روحي شكرا إليك زين اش رح أسويها صفر سالب ثلاثة وين صار صفر سالب ثلاثة صفر سالب ثلاثة صار على محور الصادات السالب إذن هذه النقطة الأولى هي صفر سالب ثلاثة زين بعد ثلاثة صفر صار على محور السينات الموجب اللي هي قبل الأربعة يعني معناها هذه ثلاثة صفر وبهالسؤال أيضا بالصدفة مقياس الرسم هو أربعة وعندي أقل نقطة هي أربعة أو أكبر نقطة هي أربعة فصار هنا أكو اتفاق ولكن بالصدفة يعني هنا بالصدفة مقانون في كل الأسئلة السالب واحد صفر السالب واحد صفر السالب واحد صفر سالب واحد صفر صارت هنا هذه سالب واحد صفر وبعد عندي واحد سالب أربعة الواحد صفر هنا الواحد صفر هنا والسالب أربعة هنا بهالصورة هذه يعني معناها الواحد سالب أربعة رح يكون بهالمكان تماما خلي نبدل اللون إذن هنا الواحد سالب أربعة تحديدا رح يكون بهالمكان إذن هذه النقطة هي شنو هي واحد سالب أربعة هسه هنا الواحد من عندهم ذوله قال آني عازمكم على غده وشاي وفواكه منه هذا اللي عازمنا على ثلاثتهم شو تقولون نعم ب 20 الساد لازم هو الواحد الواحد نعم الواحد يقول آني عازمكم عليهم كلهم يعني التوقف رح يصير فقط عند الواحد التوقف فقط عند الواحد ولكن ش رح يقول لنا يقول انتو معزومين يمي ولكن مروا بالطريق على بصمون جيبونا صمون ومروا يم التجهيزات الغدائية جيبونا فدماعون قوزي وتعالوا يمي يأكلوا وبعدها نروحوا شربوا شاي ياما بو الشاي بعدها ما عندك عازمنا انت يعني معناها عندي ثلاث نقاط تقاطع بالطريق لازم امر بيها بس شوية رح نرتاح يمي الواحد سالب اربعة الصمون جيبناه ياما والقوزي جيبناه ياما والشاي رح نشربه بالطريق اذا شو رح يكون الرسم رح ابدي شوية من فوق السالب واحد صفر لان نزول اذا رح ابدي بهالصورة هذه شوفوا الرسم شو رح يصير اذا رح يكون هذا نزول ومقر وراء ما عبرت الواحد اش رح يصير عندي رح يصير صعود ويبقى مقر عندي نقطة تقاطع امر بيها اذا هذا صاحبنا ابو الشاي اذا هذا هو الرسم نعم اي تري شنو سؤالك استاد انا بلشت الرسم من 3 صفر انو نزلت من 3 صفر للواحد سالب اربعة ليش بالعكس ليش مو هنا صار بل مو هنا لأسو مو شون صارت يعني دائما الرسم الطريقة العلمية يكون من اليسار الى اليمين دائما يكون من اليسار الى اليمين نعم بعد اكو سؤال اي ثري نعم بي فور استاد انا هم انا بديت من 3 ونزلت هذه انا بالامتحان الوزاري خب اريد منيش رسم انا شمدريني انتي بديتي من اليسار ما اكو مشكلة نعم هو الواحد فقلت وا من الواحد مدام نزول فلازم من فوق ابد النقطة ونزل يعني يسا انتي سويت يعني معناها شربتي شاي بالبداية ورحت هنا يم الواحد طلعت من يم ورحت هنا اخدت القوزي ورا القوزي اكلت الصمون ترهم ميشي زي احنا غير نجيب الصمون بالبداية وبعدها ناكل القوزي وراها نشرب شاي انتي كل سويتها بالعكس ولكن هي مقبود لازم اه ايه فهنا دائما ابدي من دائما ابدي من جهة اليسار حتى تكون قراتي دقيقة زي السؤال الوراء هذا رح يبقى واجب عليكم اللي هو اكس تكعيب ناقص ثلاثة اكس زاء اثنين صفحة ثلاثة واربعين ورح ناخد استراحة ثلاث دقائق الجلسة الأخيرة رح تكون مخصصة لرسم الدوال النسبية اذا ثلاثة دقائق ورح اشعلكم ان شاء الله اشتركوا في القناة